إذن الكثير من التساؤلات بات يطرحها السياسيون ليبيون حول خيارات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لمواجهة تصلب مواقف أطراف الأزمة وما نتج عنها من جمود سياسي في ليبيا عضو مجلس النواب عمار الأبلغ تحدث عن إمكانية استفادة باتيلي من التحركات الإقليمية التي جرت أخيرا منها زيارة رئيس مجلس النواب عقيل صالح إلى العاصمة القطرية واجتماع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة الأبلغ قال لصحيفة الشرق الأوسط إن واشنطن تراقب عن كثب هذه التحركات واللقاءات التي تتم بين الحلفاء الإقليميين لفرقاء ليبيا وقد تدفع بتسريع جهودهم للتوصل لحكومة جديدة موحدة لكن تحت غطاء البعثة الأممية مشيرا إلى أنه في حال تعثر مسار الجهود الإقليمية فإن بإمكان باتيلي العودة لمقترحه الرئيسي بإيجاد لجنة موسعة الذي رعته المبعوثة الأممية السابقة ستيفني ويليامز وأوضح أنه إلى جانب ممثلي الأطراف الرئيسية الخمسة أي قائد الجيش الوطني ورئيس مجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ورئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة فإن باتيلي قد يدعو ممثلين مستقلين من الأحزاب والقوى المدنية فتكون لهؤلاء الكفة الوازنة في وضع ملامح خريطة المرحلة المقبلة في مقابل الأراء التي تتهم باتيلي بن الحيازي لأحد فرقاء الصراع أرأى الأبلغ أن تكرار المبعوث لانزعاجه من مواقف الفرقاء يستهدف مناشدة دعم الدول الغربية الكبرى المتدخلة بقوة في المشهد الليبي كونها من تملك وحدها مفاتيحا للأزمة من جهته رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي أن الأحداث الراهنة قد توفر أداة جيدة لباتيلي خلال المرحلة الحالية إذا ما نجح في توظيفها ووفقا لرؤية التكبالي فقد تتحول التخوفات الأمريكية لأداة ضغط قوية في يد باتيلي لمواجهة الفرقاء الليبيين وخلال مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا حذر المبعوث الأممي من تهديد الانقسامات الحالية لوحدة ليبيا واستقرارها مشددا على أن اشتراط أي طرف البقاء في منصبه لم يعد مقبولا اليوم لأن من شأن ذلك أن يفضي إلى تأجيج مزيد من الصراع